كافانكات تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة وعنما مشاكي اللي دفع فارق تحطانجا إنما في فترة السهو لأنه اشتغلنا هاد ثلاث أيام لأنه لعبنا يوم الخميس مع رجال بيضاء ومكانش عندنا الوقت اللي نشتغلوا قبل اشتغلنا ثلاث أيام على السرعة دي الحمودان دي النغمي طلبنا من لاعبين أنه ما نخرجوش ما نتلاحوش في الدويل وقع السهو قدر أنه حمودان ينسل وقدر أنه يسجيل هدف بعد ذلك فارق تحطانجا التاق أكتر نحن دخلنا في نوعا ما مرحلة دي الشيك بدينا تنضيعوا كوار سهلة قدر تحطانجا السيطر في هذه الفترة دي تقريبا بعد تجي الهدف 11 دقيق بعد ذلك قبل نهاية الشوط الأول قدرنا نرجع في المباراة مرة أخرى ونسيطروا على وسط الميدان الشوط الثاني كان مغير لأنه هنا تحطانجا كان تحاول يحافظ على الهدف ليسجل أكتر ما أنه يبحث يسجل وهذا حقه لأنه دورة الأخيرة رتيب قال الكالكول ما يتحسبش إنسان مع المدرب على طريقة لاعب ولا على الفراس سيلي بوان خصوصا أنك متصدر وتتبحث على التسويج فكان من الطبيعي أنه سيكون نوعا ما تراجع هذا اللي خلاني نزيد مهاجم آخر ومع خروج الصرخ ودخول أصينه عرفت أنه وسط الميدان سيكون أكثر دفاعي والمهاجمين ديال تحطانجا يبقوا معزولين هنا ستلاعب آخر وسط ميدان هجومي باش نحاولوا نسيطروا على الكرة ونخلقوا مشاكل دفاع تحطانجا تمكننا ولكن ما قدرناش نسجلوا مع العموم تنظلنا أنه اليوم أنا راضي على الأداء دياللاعبين راضي على الروح القيتالية اللي صبحت عند لعيبي فريق أولمبيك أسفي وهذا هو الهدف ديالنا أنه نغير الشخصية ديال فريق أولمبيك أسفي اللي كانت من شخصية فريق ينافس على البقاء إلى شخصية فريق ينافس على الألقاب مستقبلا لأنه لما تنهي البطولة في الخمس مراتب الأولى وأرع المراتب الأولى فيعطيك حافز أكثر أنك تشتغل موسم مقبل وتغير الشخصية ديال فريق أولمبيك أسفي وتنبغي نتقدم بتهاني لسيد دريس مرابط على العمل الكبير اللي قم به وعلى النتائج اللي حصل عليها ونتمنى أنه جماهي ارتحى الطانجة تنال المرات ديالها وتحصل على التسويج إن شاء الله